مملكة البحرين باستطباب الأمن والاستغرار فيها وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام إن العامل الأهم والمؤثر في تحديد مكانة الدولة في محيطها الخارجي هو شخصية القائد صانع القرار الذي يعرف قدر الإنسان والأرض والتاريخ ورؤيته للحاضر والمستقبل ويعي طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية ويتولى توجيه إدارة السياسة الخارجية لبلاده في الاتجاه الصحيح فمنذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد دخلت مملكة البحرين عهدا جديدا وكانت الدبلوماسية البحرينية أكبر المستفيدين من خطوات جلالته الإصلاحية التي جعلت العالم ينظر بتقدير واعتزاز إلى المشروع الإصلاحي الكبير لجلالته وما تضمنه من رؤى متقدمة ومبادرات خلاقة على المستويين الداخلي والخارجي وكان المشروع الإصلاحي ركيزة التحركات الخارجية وأساس نجاحها وفعليتها تحرص الدبلوماسية البحرينية على التأكيد على الالتزام بالثوابت العربية والإسلامية والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية بما يعزز الأمن والسلم العالميين التأكيد على مبادئ الحوار والتعاون بين الدول والشعوب ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما دخل البعد الاقتصادي والتنموي بقوة في صلب علاقات البحرين الخارجية واحتل حيزا كبيرا من الاهتمامات الدبلوماسية إزاء هذه الجهود كان للعالم أن يعترف للدبلوماسية البحرينية بالكفاءة والتميز ومن أبرز الدلائل على ذلك انتخاب البحرين كعضو في العديد من المنظمات الدولية كمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان تفخر مملكة البحرين باستدامة منجزاتها الإصلاحية ومكتسباتها التنموية وريادتها الحضارية والإنسانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القائد الإصلاحي الذي يمتلك كل مقاومات الزعامة الحقيقية وها هي الدبلوماسية البحرينية تحقق نجاحا تلو الآخر حتى صارت مدرسة يتعلم منها الآخرون فن إدارة السياسة الخارجية تحقق نجاحا تلو الآخرون تحقق نجاحا تلو الآخرون تحقق نجاحا تلو الآخرون تحقق نجاحا تلو الآخرون تحقق نجاحا تلو الآخرون